الميزان الميزان حصة اقتصادية تناقش المعاملات النقدية الحدود الاقتصادية أخبار البورسة وسوق النفق قانون العرض والطلب ومواضيع اقتصادية عدة على الساحة المحلية والعالمية تطرحها الزميلة لمياء جدي صباح كل ثلاثة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادي عشر صباحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحية طيبة أهلا بالجميع هنا الرابعة الميزان على المباشر من هنا حتى الحادية عشر على موجر رابعة صوت الجزائر من أم البواقية سنتوقف معكم مستمعين ومستمعاتنا في هذا المباشر عند فعاليات لقاء تنسيقي لقاء تنسيقي من أجل وضع مخطط اتصال لإنجاح الحملة الإعلامية حول الخدمات الإلكترونية المطورة من قبل قطاع العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي كل حسب تخصصه هذه الحملة التي ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية وعصرنتها في القطاعة التالية ضيوف هذا المباشر سيدة شيبان أمل مكلفة بالإتصال بالفرع الولاي لتشغيل أم البواقية حج عمار صندوق الوطني للتأمينة الاجتماعي للعمل الإجراء مكلف بالإتصال سيد كريم صاحبنا بمدير التحصيل والمراقبة والمنازعات على مستوى صندوق الوطني للتأمينة الاجتماعي للعمل الغير الأجراء وضيفنا أو ضيفة البرنامج من ولاية باتنا السيدة قودة سوريا المكلفة بالإتصال على مستوى صندوق الوطني للعطل الوكالة الجهوية باتنا تحية طيبة للمستمعين تحية طيبة لزملائي الفريق العامل معكم هذه الصباحة إذن سيدة أمال شبانة إذن كيف هو برنامج هذه الحملة الإعلامية صباح الخير لجميع مستمع إذاعة أم البواقي الجهوية بداية نود أن نقدمه تحية شكر وكذلك تقدير الإذاعة الجهوية التي دائما ترافقنا خلال مختلف الحملات الإعلامية وكذلك تسعى دائما لإيصال الفكرة بصورة مهنية واضحة للمواطن إذن كما هو ساري على المستوى الوطني وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي أطلقت منذ التاسع من ماي المنصرم حملة إعلامية بخصوص التعريف بالخدمات الرقمية المطورة من طرف القطع هذه الحملة تمتد إلى غاية الرابع جوان المقبل تم بالأمس عقد لقاء تنصيقي ربما كانت المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الوطن أنه يكون لقاء تنصيقي بين المكلفين بالاتصال على مستوى الهيئات التابعة للوزارة الوصية هدفها كان بخصوص وضع مخطط اتصالي موحد يهدف أساسا إلى إنجاح هذا الحدث الإعلامي الهم كما لا يخفى أن القطاع العمل دائما الوزارة وضعت تحت صرف المواطنين أزيد من 118 خدمة إلكترونية هذه الخدمة الإلكترونية موزعة عبر 35 منصة نعم نحكينا على الرقمنا نقدر نقوله أن الرقمنا اليوم باتت حتمية تكنولوجية لأجل عصر نطر القطاع تحسين الخدمة أنسنت العلاقات بين الإدارة والمواطن وإزالة جميع العقابات تدخل أيضا في إطار الشفافية وكذا المستقية نعم وكذا مواكبة تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال سنعود سيدة شيبة ننتقل بالحديث إلى سيدة قودة سوريا المكلفة بالإتسال على مستوى صندوق الوطني للعطال الوكالة الجهوية باتنا إذن ما هو جديد صندوق سيدة سوريا بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على سيدنا محمد نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة كما قالت زميلة أن تطوير الخدمات عن بعد هي اختيار استراتيجي أبرزته الظروف السحية وقد عمل صندوق كاكوبات على مواكبة هذا التطور وترقية خدمته بالرقمنا منذ سنة 2012 حيث حقق مشروع تصريح عن بعد نقلة نوعية من حيث الخدمات وباتها يستقبل ما يقارب 99% من تصريحات بالاشتراكات عمد بعدها الصندوق إلى إدارة تصريح عن بعد للأجور والأجرة ثم تصريح عن بعد للبطالة النجمة عن سوء الأحوال الجوية كما أدرج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن فضاء تصريح وصل الصندوق مسيرته للقضاء على البيروقراطية مثل باقي الصناديق من خلال تحقيق الدام مركزية حيث انتهج سياسة مركزة قاعدة البيانات كحل تقريب الإدارة من المواطن فأصبح من الممكن اللجوء إلى أقرب وكالة دون العناء الوصول إلى الوكالة التابعة إقليمياً كما تم إلغاء طلب الوثائق الخاصة بملف الانتساب والمنتسبين الجدد وتتضمن نسخة من السجل التجاري نسخة من البطاق الحرفي ونسخة من العقد التأسيسي للشركة كذلك يطمح صندوق للرقي بخدماته أكثر من خلال مطلع ثلاثي ثاني من سنة الجارية وهذا من خلال خدمات المطورة الجديدة لأدرجها مؤخراً لتتمثل في خدمة الانتساب عن بعد لتم إطلاقها مطلع ثلاثي ثاني والهدف منها هي تحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق ثانياً الاستجابة للتطلعات ومطالب هذه الشريحة وثالثاً تمكين الزبائن من انتساب عن بعد دون العناء التنقل إلى الوكالات لدفع الملف والقضاء على البيروقراتية يعني فيما سبق بالنسبة لصندوق كاكوبات كانت تمسحت صريح بالاشتراكات عن طريق الانترنت عن طريق فضاء تصريحاتكم لكن لكن الانتساب كان يجب على المنتسب لجوء إلى الوكالة من أجل الانتساب وقد تم إدراج هذه الخدمة عن بعد كذلك أضاف الصندوق خدمة ثانية إلكترونية وهي مقاربة ملف تصريح السنوي للأجور والأرجرة المرسل من طرفهم مع قاعدة بيانات أداء الصندوق كذلك تم إدراجها أواخر ثلاثة الأول من سنة 2021 ومطلع شهر أبريل بالمزايا هذه الخدمة تحسين صورة مؤسساتية للصندوق تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عملية مقاربة للمعلومات المصرح بها من طرف المستخدم في تصريح سنوي للأجور والأجارة ورابعا السماح بالتحقق من المعلومات المصرح بها واستغلال ومعالجة قائمة الأخطاء لتمكن مستخدم من تصحيحها أبرى بواب تصريحاتكم وكذلك لجأ الصندوق إلى إدراج الخدمة الثالثة الإلكترونية الجديدة وهي فضاء العامل كذلك أواخر ثلاثة الأول ومطلع شهر أبريل من سنة جارية وهدفها تحسين نوعية الخدمات الممنوحة لعماء قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والاستجابة لتطلعات ومطالب هذه الشريحة أما الخدمة الأخيرة التي تم إدرجها في هذا الثلاثي هي رقمنة سجيل الشكاوي وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين خدمات مواصلة توفير للخدمة الإلكترونية وإمكانية سجيل الشكاوي والإدلاء برأي الزبائن عن طريق المحطات التفاعلية متوفرة لدى الوكالات الجهوية باستعمال تطبيق استعلاماتكم التواصل والاستماع إلى المقترحات والشكاوي المقدمة من طرفهم وضمان جودة الخدمة بطريقة آلية وآنية هذه جميع الخدمات الرقمية التي تم إدرجها مطلع شهر أبريل وهي الآن في الخدمة نعم إذن أنتقل إلى ممثل صندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمل أجراء وكذلك ممثل للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمل الغير الأجراء كانت لكم في الموسم الماضي سنة الماضية خرجت ميدانية إلى المناطق النائية من أجل الوصول بالخدمة سريعا إلى المواطن ولا نقص عليه عن التنقل سيد حاجي في هذه النقطة طيب كتقييم لهذه الخرجات وأين وصل على تحصيل البطاقات وأيضا الخدمات بسم الله الرحمن الرحيم نشكر إذاءة أم البواقي الجهوية دائما لأنها تعتبر جسر التواصل بيننا وبين المواطن بكل فئاته أما فيما يخص تنقلنا فكان في إطار بنرام الشبك المتنقل المشترك بيننا وبين الصندوق ضمن الاجتماعي لغير الأجراء إلى منات قذل كان هذا شباك بوابة للتعريف بمختلف الخدمات الإلكترونية التي طورها إطارات الصندوق الوطني والتأمينات الاجتماعية لأن الصندوق يعمل خاصة في ظل الظرف الرهن ظرف كوفيد عمنا على تطوير فضاء الهناء خاصة من أجل تصريح بالعطرة المرضية دون التنقل إلى مراكس الدفع مؤخرا قمنا بإضافة خدمة إلكترونية جديدة وهي تصريح بعطرة الأمومة عبر فضاء الهناء دون عناء التنقل لأخت العزيزة الأجيرة ثالثا قمنا بإضافة خدمة ثالثة وهي طالب برأس مال الوفاة عبر فضاء الهناء كل هذه الخدمات الإلكترونية طورها الإطارات الصندوق من أجل تحسين الخدمة العمومية أو تقديم خدمة نوعية والقضاء على عدو الإدارة وهو البيروقراطية بالنسبة للخدمات لدينا أربع منصات رقمية اثنين منها اثنين من منصات رقمية موجهة إلى المؤمن لهم اجتماعيا واثنين من منصات رقمية موجهة إلى أرباب العمل المنصات الرقمية الموجهة للمؤمن الاجتماعي وهي أرضية الهناء أو فضاء الهناء من خلاله يمكن للأجير أن يستخر شهات الانتساب طلب بطاقة الشفاء عبر فضاء الهناء تصريح بالعطرة المراضية وكذلك عطلة الأممة بالنسبة للفضاء الآخر وهو أول خدمة الأخرى وهي خدمة الرسائل النصية القاسرة من أجل الإعلام المؤمن بسيرورة الملف أو دراسة الملف كذلك المواعيد المراقبة الطيبية كذلك صدور بطاقات الشفاء من أجل اللجوء أو التقرب إلى مركز الدفع التابعة للصندوق لإستخراج بطاقات أما فيما يخص المنصات الرقمية الخاصة بأرباب العمل كان من صريعاً بعد أرباب العمل اليوم الحمد لله بالنسبة للصندوق الوطني لتأمينة الاجتماعية بإمكانه أن لا يتقرب باتات مركز الدفع جميل اليوم عنده 11 خدمة إلكترونية في المنصة يمكن أن يصرح بالعامل عنده من المنصة استخراجها التحييل من المنصة يطلب بطاقة الشفاء للمؤمن اللي عنده من المنصة كامل إجراءات يستعملها من الصريع من بعد كان ثاني منصة أخرى وهي منصة التعاقد هذه بالنسبة للعيادات المتعاقدة مع الصندوق تصفية الدم أو جراحة القلب أو التوليد يمكن تبادل الملفات إلكترونياً كذلك تبادل الفواتير إلكترونياً دون عناء التنقل بالنسبة لنا في الشباك كانت شباك المتنقل كانت نتيجة تقدري تقولي الحجنة للهدف بين الصندوق عرفنا عدد كافي جداً من المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي كانت يجهلها اليوم المواطن كي تقول له ما بخاش تقولي أني فت الـ 48 ساعة اللي هو الوقت الموحد اللي تتصرح بالعطلة المراضية اليوم تخرج عند الطابب بفضاء الهنة تقوم التصوير أو التقاط صورة للعطلة المراضية حيناً تقوم تتصرح لدى الصندوق فقط فقط أنك تقوم بالتسجيل في تطبيق الهنة فقط رقم تأمينيك فيك عطلة الأممة بالنسبة ل حناً أكدنا على الأمر هذا عطلة الأممة الخدمة عندها سارية المفعول لتقريباً شهر أي في خمس ولايات نموذجية إن شاء الله ستعمم إن شاء الله ستعمم بقد في الأخت الأجيرة برك الوثاق اقتحى تكون تقدم وثيقة بالنسبة للعيادة التوليد أسكو متعاقدة أو لا ثانياً تقدم شهد المهلاد شهد الوضع الملف العادي تقوم بالتصرح في فضاء الهنة دون عنه تنقل إلى المراكس بالنسبة لرب العمل رب العمل نحن نأكد على أمر بركس خاصة القطاع العمومي كأرباب عمل أنه هذه الخدمات الإلكترونية كاملة نعم ما نخدروش نفعلوها حقيقة نحن نقوله بالنقص الوثائق وما يتنقلش المواطن إلى مراكس الدفع للصندوق إلا إذا كانت صريح بالأجر والأجراء سنوياً هذا العمل نقوم به رب العمل يصرح بالأجر والأجراء كل سنة من 1 جنفي إلى 31 جنفي من سنة الجارية نعم كما يكونش صريح بالأجر والأجرة ما تكونش خدمة إلكترونية نعم اليوم الأخت والزاملة في قطاع خاص تلقى رب العمل في القطاع الخاص مقيد بقانانه لالتزام أنه يخذ على الضريبة أن تأخر كان غرامات خير لأنه في القطاع العمومي ما كانش غرامات خير خاصة قطاعات التربية تلقى دائماً نطلبه من الموظف أو العامل لدى هذا القطاع أنه يحضر شهادة العمل والأجر نحن نريد أن نقضيه على هذه ما يجيش بشهادة العمل والأرجع يجي بطاقة الشفاء يقوم بتحين البطاقة يقدرين صارف ما يصرحش بالعامل تاعه وبالأجور تاعه يبقى ديماً نطلبه من عنده شهادة العمل والأجر طيب ماذا عن جديد هذه الحملة بالنسبة للقطاع الحمد لله كما طرقت الأختكم نبي لقاء تنسيقي مع مختلف خلايا الاتصال للهيئات تحت الويصاية نعم خرجنا ببرنامج عامل إن شاء الله اليوم هذه الحصة في إذاعة أم البواقع الجهوية كمنبر نشكرهم جزيلاً شكر ثانياً كين إن شاء الله إن شاء الله فيه يوم مفتوح إن شاء الله العمل والتشغيل والضمال الاجتماعي نعم مقرر إن شاء الله الأسبوع القادم التاريخ ما زلنا محددناش يعني مربطين بقاعات والتزامات قاعات ولا إن شاء الله فيها عمل بقى الصحفة المكتوبة من صفحات التواصل الاجتماعي رأي مفعلة يومياً عندنا جديد على صفحات التواصل الاجتماعي يومياً عندنا جديد التواصل الاجتماعي بالتعريف بالخدمات الإلكترونية كذلك خصنا فضاء على مستوى الصندوق اليوم على مستوى الصندوق لدينا فضاء خاص من أجل التعريف بالخدمات الإلكترونية تسجيل عبر فضاء الهناء لدينا في خالية الاتصال يمكن أي مواطن ولا مؤمن ولا مؤمنة اجتماعياً تتصل بالصندوق خالية الاتصال من أجل تسجيل في فضاء الهناء ندقل إلى سيد كريم صاحب نائب مدير تحصيل المراقبة المنازعات لدى الصندوق الوطني لتأمينة الاجتماعية للعمال الغير أجراء إذن هنا معني صندوق الوطني التاملات الاجتماعية لعمل غير أجراء معني بهذه الحملة الإعلامية أيضاً نعم زميلة الإعلامية أولاً قبل كل شيء السلام عليكم عليكم السلام عليكم بسمنا الصلاة والسلام والسلام يعني نشكر إذا كانت ديما يعني تقول هم ستوصل بين الإدارات يعني والمواطن هذا جميع نواحي أيضاً نرحب يعني بالضيوف يعني ما يخص يعني اللقاء هذا اللقاء الذي نقوم به فيما يخص الخدمة الإلكترونية يعني في المقدمة يعني زمالة يعني الوطني ضمن إجتماعي لغي الأجار حيث الخدمة خدمات رقمية جديدة وهذا في إطار تخفيف إجراءات العصول لأداة وتسهيل الإنخيرات دون عناء التنقل إلى الهيكل للصندوق كما تم إدراج تسهيلة جديدة فيما خص تخفيف الإجراءات الإدارية نعم وذلك في إطار الاستراتيجي التي اعتمدها الصندوق في سبيل تحسين خدمته عبر عصانات أسليب تسييره مواكبة للتكنولوجيا تم استحداث وتطوير عدة تطبيقات وأرضية رقمية تسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية والتحسين المتواصل للخدمة العمومية هنا الهدف الجوهري من هذه الإجراءات هو محاربة البيروقراتية وأنسنة العلاقات بين المواطن بين المؤمن الاجتماعي والصندوق قصد ضمن التكفل السريع والأنجع بأنشغلة المؤمنين الاجتماعيين ما هي التسهيلات التي وضعها الصندوق مقارنة بما مضام من الخدمة الإلكترونية ما هو جديد هذه الحملة إن تطوير خدمات عن بعد هو خيار استراتيجي لجأ إليها الصندوق لتمكن المؤمن الاستفادة من الخدمات عن بعد فضاء www.damancom.com.com.com.com RDR رقمية وفر المؤمن الاجتماع الخدمة التالية طالب الانتساب عن بعد تصريح بوعي الاشتراك عن بعد دفع الاشتراك عن بعد طالب الوثاق عن بعد كمثال شهاد المستقات طالب التقاعد بعد عن بعد تتم عند قبل خمس مراحل المرهلة الأولى ملء البيانات الخاصة بالمؤمن لهو اجتماعيين يعني اسم اللقب يعني المرهلة الثانية ملء المعلومات الخاصة بالحساب البنكي أو البريدي ورقم الهاتف ثالي المرهلة الثالثة يدراج معلومات الموارد الأخرى يعني مناشط قادمة المؤمن عندنا ايضا رابعا معلومات متعلقة بالزوجة أو الزوجة نعم يتم خمس المرهلة الخامسة يتم خلالها يرفاق مستندات متعلقة بالطالب يعني ملف تاهم نعم وفي الاخرية تم إرسال رسالة نصية السمس تفيد بتاك المعالج الطالب يعني نبلغه بلي احنا زين بالاعتبار وراب تم دراسة من الفتاك ونبعث رسالة نصية طيب هنا المواطن كيف تصل له كيف راح توصل سندق عندكم هذه الفكرة للمواطن انه هذه التسهيلات راح تكون في يعني في الخدمة راح تكون في مستوى متناول المواطن مع هذه الحملة التي تسعى إلى إيصال الخدمة سريعا إلى المواطن وبعيدا عن البريقراطية للمصرح التي استعملنا مع بداية هذا الحديث كيف ستصل سيد حجي هذه الخدمات سريعا أو هذه التسهيلات سريعا إلى المواطن قنوات التواصل التي يضعها الصندوق في خدمتها المواطن من أجل إيصال سريعا هذه بالنسبة للمنصات الرقمية فهي طريقة نجمع حديثة وتقليدية أما بالنسبة للإيصال المعلومة سطرت برنامج بالنسبة للأطباء الخواص والعامين قربنا إلى كل العيادات وكل مؤسسات الاجتفائية الخاصة والعمومية من أجل العمل على مساعدتنا في إيصال المعلومة خاصة الأطباء بالنسبة لعطلة المرضية وتصرح بها عن بعد المعلومة يقدر يدهم عند الطبيب يقدر يقرأ ملساقات عند الطبيب هذا الأمر عملنا عليه بالنسبة المؤسسات الاجتفائية الخاصة تعمل معنا في هذا الإطار بالمساعدة على إيصال المعلومة إلى زبون المؤسسات الاجتفائية العمومية كامل تصلنا بالمديرية تعصيحها من أجل النشر الواسع لهذه المعلومة فعنا هذا الأمر بالنسبة لصحفة المكتوبة ترقت لهذا الأمر خاصة إيداع العطرة المرضية في ظل كوفيد هذه الخدمة تطورت وطلقت الخدمة في شهر أوت 2020 بالنسبة في ظل الكوفيد وتنقل عناء تنقل وبالنسبة لإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس قمنا بتفعيل وتطوير وتبسيط جدا عملية سريع جميل اليوم يدخل أي إنسان لا يدخل في كامل فئات المجتمع لا يمكن أن يصرح بالعطرة المعرضية بطريقة بسيطة هو أن في هذه النقطة ربما الجهات أو الإشكالية التي تحتاج أو تفعيل لهذه الخدمات تسهيل هذه الخدمات هي سكان المناطق سنعود لهذه النقطة لإشرك سيدة أيضا شبان سيدة سيدة قودة طيب هل تعطبر العطل العطل الأمومة أكبر إشكال أمام الصناديق التصريح أو الإجراءات المتبعة التي تكون صحيحة بالنسبة لعطل الأمومة التي تعتبر أكبر عائق أمام خدمة الصناديق صندوق كاكوبات متخصص في العطل صندوق كاكوبات متخصص في البطالة في العطل اسمه الصندوق الوطني للعطل المدفوع الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية يعني هو متخصص في عطل العمال منتمين لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري فقط بالنسبة العطل الأمومة سنعود إلى سيد حاجي طيب فيما يتحلق بالتصريح بالعطل هل هي تعتبر إشكالية لدى الصندوق العطلة ليست إشكالية لدى الصندوق لأنه يتم تصرح بها في شهر جوان من كل سنة نعم وقد تم وهذا الخدمة هذه كانت متوفرة من قبل ليست خدمة جديدة لأنه الخدمة جديدة التي سبقوا ذكرتهم وتقريبا قلت باللي فضاء تصريحاتكم الخاص بصندوق كاكوبات يستقبل 99% من التصريحات يعني ما كانش تصريحات على الورق كما كان سابقا كل تصريحات تتم عن طريق نصة تصريحاتكم يعني ما عندنا حتى مشكل فيما يتعلم بالانتساب الانتساب نحن نرى في صد الإعلام لهذه الخدمة في صد الإعلام لهذه الخدمة وأنا لأني ممثلة للوكالة الجهوية لتضم أربع ولايات اللي هي باتنا أم البواقي خنشلا بسكرة بالنسبة لي هي أول حصة في أم البواقي وإن كان درت من قبل حصة هنا للإعلام بجديد الصندوق كانت حصة فردية يعني خاصة بينا وهي الأحسن هكذا نحن نتعرف على الصناديق الأخرى وهما يتعرف على الجديد تعنا أكثر عرفت بالجديد على الصندوق وقلنا بالله كي نخدم هذه الانتساب عن بعد والحمد لله استقبلنا ملفات عن طريق الانتساب عن بعد طيب سيد حاجي فيما يتعلق بعطلة الأمومة يعني هذا البحط أو هذا الإجراء يحتاج دائما إلى توضيح أكثر لا يعتبر يعني إشكال أمام الخدمات الخدمات الصندوق بالنسبة للمواطن اللي ما يوصلش إلى المعلومة أو إلى تطبيق الإجراءات بطريقة صحيحة فيما يتعلق بعطلة الأمومة والله الأخت الكريمة عطلة الأمومة في حتى إشكال هذه أداء يتحصل عليه المؤمنة الاجتماعية عاديا كان الإشكال في الصندوق أن الوثائق يجيبها المؤمنة الاجتماعية معند رب العمل انتحها كان دائما أمر في طريقة أو المعلومات اللي عمرها لرب العمل المؤمنة الاجتماعية شاهدت العمل والأجدر ممكن أنه كان أيامات كانت هي غيبة فيهم وما تبررش لقوا هذا الإشكال وعطلة أمومة إجراء عادي وثائق عادية جدا ما فيها حتى إشكال اليوم كي وصلنا أننا درنا هذا تصريح بعطلة الأمومة كما نقول عن بعد كي درناها عن بعد هيك ما ما كانش فيها إشكال أصلا وثائق بينها شاهدت ميلاد شاهدت وضع مؤسسة سيشفائية كما نقول احنا التروع والسيسوليت هذو اللي تبعوهم توجرم عند الطبيب المعالج بقى في الإشكال أنه رب العمل درنا لهم من قبل لقاءات من أجل طريقة التعبئة الوثائق ولا تقديم التصريح صحيح ولا الأجر للمؤمنة الاجتماعي يكون التصريح يكون نرجع الكديمة لتصريح بالعمال بالأجر والأجر كون يكون عندي تصريح سانوي بالأجر والأجر لا نحتاج شاهدة العمل والأجر لا عندي من 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 عندي من تطبيق تأيانا لتحصل للمعلومات التي نحتاجها بالنسبة للتعاقد ليدرنا فيما يخص عيادات التوليد هذه استحسنها العام والخاص كانت فيها قبول ورضاء عن الصندوق وأنا أطلت الأمومة من أجل الحصول على التوليد المهم أنك تكون مؤمنة اجتماعيا أو ذوي حقوق مع الزوج تقدر تروح العيادة خاصة وتقوم بأمالية قيصرية ولا عادية بقيت في عطلة الأمومة نحن تكلمنا باللي تقدر تقرب الصندوق وتقدر تقوم بالتصريح بعطلة الأمومة عبر فضاء الهناء عمر ولكن إشكال الإشكال الوحيد أننا مربوطين بوثائق قد جينا من عند رب العمل نحن من هذا المنبر لكن رب العمل يحتاج معلومة أو كيفية إصدار هذه الوثائق يتقدم الصندوق ونعطيه المعلومة والكافية نحن عندنا فقط مشكلة بالك مع القطاع العمومي خاصة التربية والتكويل المهني ما يتصرحوش بالعمال والأجور كون يصرحوا بالعمال والأجور ما بقاش إشكال في الصندوق الوطني بتأمينات الإجتماعية لعمال الأجور فقط سيدة شيبان إذن هذه الحاملة الإعلامية سيكون البرنامج المسطر من قبل قطاع التشغيل نعم إذن إذا حكينا على الرقمنا الرقمنا في الوكالة الوطنية للتشغيل ما هيش حاجة جديدة دائما كانت الوكالة الوطنية للتشغيل من المؤسسات العمومية السباقة لمواكبة تكنولوجية الإعلام والاتصال البداية كانت عبر نظام الواسط لهو برنامج إلكتروني آلي يقوم بمعالجة عروض العمل من خلال المقاربة بين العرض والطلب عرض العمل وطلب العمل بطريقة إلكترونية آنية هذه الإجراءات هذه ساهمت في إضفاء الشفافية على معالجة عروض العمل لعادة ربما في السابق كان يشوبها نوع من اللبس في طريقة المقاربة طريقة اختيار طريبية العمل وتوجيههم لمختلف العروض يعني الحمد لله تحل أكبر مشكل وبصفة آنية وكذلك بصفة دقيقة تتم فيه المقاربة عن طريق الشهادة المحصل عليها وكذلك عن طريق الكفاءات كين مهن تحتاج شهادات علمية وفي بعض الأحيان كين بعض المهن الأخرى اللي تحتاج فقط كفاءات مهنية هذك هي اللي راح تساعد طالب العمل في الولوج لعالم الشغل وكرة الوطنية لتشغيل خصصة ثلاث منصات رقمية وكذلك موقع إلكتروني إذا حكينا على المنصات الرقمية يمكن تحميلها عفوا عبر أجهزة الهواتفن قال الأندرويد أي واحد يقدر يدخل للبلاي ستور يكتب مانوف اللي هو عرضي باللغة العربية راح يحمل هذا التطبيق اللي تموضعه هو حيز الخدمة خلال سنة 2018 هذا البرنامج هذا أو هذا المنصة الإلكترونية تسمح لكل مواطن في أي نقطة من البلد الحبيب أنه يعرف عروض العمل المتوفرة على مستوى وكالات التشغيل أو على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل عبر الوطن يكفي فقط أنك تكتب موكلي كلمة مفتاحية للمهنة اللي راك تحوس عليها كلمة مفتاحية ربما الولايات اللي راك فيها تضغط فقط على زر البحث هو يعطيك عروض العمل اللي تتوافق مع شهاداتك واللي متوفرة في الوقت الحالي نذكره ونجدده أيضا أنه هذا التطبيق أجوخ محدث دائما مع الواسيط اللي هو برامج اللي رايتعمل به تعتمد الوكالة الوطنية للتشغيل في معالجة طلبات العمل طيب راح يكون برنامج خاص لينجح هذه الحبلة أو تقسيم المهام أو التعريف بهذه الخدمات الخدمات لدى الإلكترونية المطورة لدى قطع تشغيل في الأسبوع والأيام القادمة سيدة نعم إذن كما كانت قدم الزاميل وتفضل أنه البداية الحمد لله كانت الانطلاقة من هنا من إذاعة أم البواقي وإن شاء الله ربما تكون لنا عودة في نهاية الحملة للتقييم وكذلك لإضفاء ربما بعض النقاط اللي ممكن نعتمدها في حملة أخرى الهدف الأول اللي وضعاته والوزارة أن نعرفه بالخدمات بالدرجة الأولى والدرجة الثانية أن نساهمه في حث المواطنين على استعمال تلك الخدمة ما نقدرش نقوله أنه ربما التصريح لدى الصناديق متوفرة عبر الأنترنت في حين أنه المواطن يروح ويقطع ربما مسافات بعيدة ووقت وجهد أنه يبقى ينتظر ربما في الدور تاعه باش يدخل للصندوق وباش يسرح أو كذلك أنه يقدر يجي للوكالة الوطنية لتشغيل من أجل تسجيل خدمة كثيرة وضعتها الوزارة إلكترونيا نحن نحث المواطنين أنه يستغلوها ولاحظنا وعي كبير لدى المواطن خاصة سكان ولاية أم البواقي خلال جائحة كورونا يعني الوضع الصحي أنا ذاك حتم علينا أن نولي ونتعامله بطريقة رقمية إجباريا والحمد لله هذا ربما من الجانب الإيجابي أو الإنعكاسات الإيجابية لخلفتها الجائحة في الوقت خاصة في وقت الحجر الصحي ومنع التنقلات كانت كينا عديد الإجراءات اللي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل تلقائيا مثلا عندنا تجديد طلبات العمل كان هناك تجديد إلي إلكتروني دون عناء تنقل طالبية العمل كذلك تمديد عقود عمل ما قبل التشغيل والنقطة ربما اللي يستحسنها الجميع هي دفع وجور عمل عقود ما قبل التشغيل دون دفع كشف الحضور يعني عندك لادات اللي ما لفتخلص فيها تلقى لابايت في الحساب الجاري بلا ما تحط البوانتاج يعني هذه كانت مبادرة وكان إجراء اللي قامت به الوكالة الوطنية التشغيل بالتنصيق مع مدريات التشغيل عبر الوطن شكرا سيدة شيبان أنتقلي لسيدنا عندك إذافة إذا سيد صحبي بعض الإذافة نحب تجاوبني على سؤال أنه الفئة اللي يتعامل معها الصندوق الوطن للتأمينة الاجتماعي للعمل الغير أجراء تختلف على فئة اللي تنتمي إلى الصندوق الوطن للتأمينة الاجتماعي للعمل أجراء وبالتالفة الخدمة الإلكترونية اللي يقبل الأجراء يعني فرحنا الفئة المثلو يعني التجار الهيرافيين في اللحين وأيضا أصحاب الملوارة مثل الأطباء لويسير نوتر لويسير محمي الموثق هذو الفئة اللي يتعامل معها ومش كمال يعني صندوق التأمينة الاجتماعي اللي تتعامل مع المهنة لأصحاب الأجراء يعني لسالاري أما بما يخص يعني كيفية التوصيل للخدمات الإلكترونية للمؤمنين لدى الصندوق الوطني للبجتمعي لغير الأجراء هناك يعني طرق للتوصيل هنا يعني ندروا لقاءات دورية ممثلين للفئات يعني كما قولنا ممثلين توجهر ممثلين حرفين ممثلين الأطباء ممثلين لنقابة للمحامين هذو هم هم يتوصل يعني هم بهم هم يعني يدروا لقاءات مثلا المهامين يدي لقاء مع المهامين هو يوصل يعني لسريع في توصيل المعلومات أيضا خطوط التواصل الاجتماعي يعني واضحة أيضا كان يعني طريق الإذاعة يعني شكر ديما الإذاعة أمر بواقي كان تهم التواصل يعني كان تواصل المعلومات ودليلها فيها ودليل اليوم هنا أيضا هنا الحضور أيضا أصريت على أن تكون حصة في المباشر لتقديم توضيحات أكثر فيما يتعلق بهذه الحملة العالمية وصل سيد زحبي لأ نعم نشكر الزميلة أمال فيما خص كانت مبادرة يعني هي صاحبة مبادرة يعني يعني حتى السيد حاجي يعني لكل حال هو أيضا أصر معاكم سيد زحبي على أن يكون هذا الفضاء الخاص يعني نفس صندوق نقتضام الاجتماعي هنا قلنا ممثلا تشغيل لكن الاجتماع التنسيقي الأول كان مع سيد شبان على مستوى مديرية التشغيل يعني أول اجتماع كان لكم يوم أن سيد شبان نعم كانت خطوة جد فعالة وستحسنناها ونسمنوها ونجدد شكري لزملاء المكلفين بالاتصال تابعين الهيئات تحت الوصاية يعني الحمد لله كان تفاعل وتجاوب وخرجنا ببرنامج إن شاء الله نقدر نوصله من أجل تحسين الخدمة وتقديم رؤية واضحة للمواطن وكذلك إنجاح هذا الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة العمل للتشغيل والضمان الاجتماع أول اجتماع تنسيقي كان يوم نعم والله يعني نرجع بالنسبة للمخط الاتصالي بعنوان 2019 كان لقاء تنسيقي من قبل على مستوى الصندوق من أجل وضع مخط الاتصالي بلاك ما هوش على عصر أنت القطاع بصورة خاصة ولكن في إطار شباك المتنقل إلى ما نتقذل بالنسبة بلاك نقطع للأخ كريم زرع هذه الثقافة الإلكترونية أنا يعني في سن 2021 عندك بطاقة شفاء إلكترونية ما تبقى حتى وثيقة أنا الهدف نتعنا كخالية اتصال وإعلام وإصراء اجتماعي على مستوى الصندوق أن المؤمن الاجتماعي يجي عندي للصندوق نحط رقم تأمين الججامع المعلومة نعم نخلي وسيد سحبي يكمل الكلام لي أعوض إلى سؤال آخر لهو الخدمة الإلكترونية تحتاج لمساوم عيد منها ثقافة ومنها المعرفة وبالتالي من هذا الفضان حبيت نبسط الفكرة القدرة للمستطاع لكل فئة للمجتمع بها يعرف كيف يستفد من هذه المواقع وهذه الخدمات الإلكترونية كما ذكرت موقع الهناء كما ذكرت سيدة قودة إذن هنا هذه الخدمات الإلكترونية ما نخلي وهاش أنها حبيسة الذهنيات لتقول أنه هي تحتاج لمستوى معين من الذكاء والثقافة في الإعلام الآلي باش نقدر نستفاد من هذه الخدمات في حين أنه أنتم مارك تسعى كسناديق وكجهات مثل تشغيل تسعى أنه هذه الخدمات تكون في متناول جميع المؤمنين والمنتسبين إليكم بتالي سيد كريم صاحبين وصلوا الكلام في نفس الوقت نربطوا بين الفكرة التي هي تخلي أنه الخدمة الإلكترونية تكون سريعة المفعول وفي نفس الوقت هي تستفاد رغم تفاوت المستويات الثقافية والأكاديمية يعني لا يخفى كش زميل فيما خاص هذه النقطة هذه نقطة أحساسة جدا يعني كمعنا قلنا المستوى يعني كان فئة يعني نقول إنسان شهار خدم يعني الأغلبية تعم 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 يقدر دخل هنا كان توج هيرفيين كما نحن في اللحين يعني كان طبقات يعني ليس يكتب هم كان طبقات يعني نقول أمي يعني لا تتعرف شي هل هنا إنسان يتص بالسندق الوطن إجتماعي لغة الأجارة الموت باسطة وميقدر يستعمل بها وش يستقدر يستعمل أنا بمستوى ربما لي ويختلف عن الفئة اللي رأيت تتكلم عليها لكن مخاف أني أني اعتمد على وسيط ثالث في مثل هذه العملية يعني والاستعمال فيما يخص به طالب وثائق أو رح يطلب وثائق أو تسريح بوثائق حناك يقول وش ولا الهدف من البوابة الإكترونية هذي هوا يقول تسريح بالوعة يعني يعني نقول تسريح بالوعة الاشتراك تسريح بالطالب وثائق أو كم هنا الهدف 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 كم هنا فيما يخص نعطي يدخل يدخل التوضيحات فيما يخص التقاعد مثلا كما ينسان كيف يحسبون التقاعد ومثلا العشر سنة ملاح العمر يكون 65 سنة الاشتراك السنة ومثلا سنة يعني فيها توضيحات أما فيما يخص يعني عن طريق البرتابلي يدخل فهمتني وهذه الأقربين الذي يقرأ ليس مهتم هذا البرتابلي يجب أن يكون إنسان يكون مثق في إنسان يكون عنده وشكر عندها إذا فسعه سيد حاج يصر نعم حبيت فقط نوه الأمر أنه نحن الآن بصدد القيام بحملة إعلامية حول خدمات إلكترونية لكن إذا لاحظنا أننا سنستعمل الاتصال الشخصي أكثر من الاتصال الرقمي البداية ستكون بالاتصال الشخصي مع الفئات التي تحتاج أن الاتصال معها يكون اتصال شخصي نعرفهم ونشرح لهم ونوضح لهم ونجاوبهم على جميع الأسئلة النقطة الثانية هي الاتصال الرقمي ويكون عن طريق الوسائل الرقمية صفحات الفيسبوك وفيديوغافيك وغيرها إضافة خدمات المباشرة وبعض الخدمات التي كانت في بداية الإعلان وفي بداية ظهور الإعلانات ستكون ملساقات في المرافق العمومية ربما في الجامعات في مقاهي أو في ناودي في ناودي في الأماكن التي سيكون فيها اكتظاذ كما قلنا أنه صح الحملة إعلامية لخدمات الرقمية لكن سنعتمد بصفة كبيرة أيضا على الاتصال المباشر والاتصال الشخصي نضيف نقطة فقط حبيت ننوه الأمر أنه الموكلفين بالاتصال للهيئات تحت الوصاية رانا نمثل وزارة العمل وتشغيل الضمان الاجتماعي الحمد لله هنا على مستوى مبواقي ما كانش فرق بيننا يعني كما نقول لك ناس نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك وغيرها الحمد لله احنا نمثل وزارة وحدة وإن شاء الله نبقى دائما أول مشكل وعائقي دايما المواطن يشتكي منه سيد حاجي في هذه النقطة وهي الوسيط الثلث لتسهيل هذه الخدمات بطريقة تكون آمنة هذا إنشغال نموه كمواطن هو إنشغال أيضا لأنه تتفاوت مساويات الثقافة ولا مساويات التعامل مع الإعلام الآلي إذن ولا بهذه الخدمات الإلكترونية بدل هنا هذا الوسيط الثلث ولا هذه الطرق هل هي أو هذه القنوات هل هي آمنة بالنسبة لكل الفئات المجتمع والله هي الفئة اللي يتكلم عليها الزاميل صاحبي نحن نتعامل معها كرب عامل يصرح بعمال لدى الصندوق كينا ثقافة ونحن نعيش نواقع في الجزائر بالنسبة لرب العامل دائما تجد المسير أو المحاسب المؤتمد هو اللي يسير له جميع الوثاق تلقاه يعني ثقة تامة يعني ما هو إجراء اللي راح رب العامل احنا قمنا بمبادرة من قبل والسيد المديري يعني أشرف عليها هو كنا راح يعني نحس ولا نصل لرب العامل قال لي لا رب العامل تلقى بطريقة فلاح ما يقدرش أنه يمارس هذا التطبيقات ولا نلقى وقدرنا لقاء مع المحاسبين المؤتمدين نعم أو المسيرين لهذه الشركات الخاصة نعم من أجل إعطاء المعلومة الكافية من أجل تبسيط الأمور الاتصال بالصندوق أخذ أو تسجيل عبر هذا الموقع اللي هو من نزل التسجيل وأخذ كلمة المرور ومحاسب المعتمد أو المسير لهذه المؤسسة يقوم بجميع الإجراءات في حاجة الأمان يعني ما لدينا إشكال في الأمر هذا في حاجة كما الفضاء الهناء يجينا عندي للمستوى الصندوق أنا نسجله على مستوى الصندوق في فضاء الهناء ونعطله كلمة المرور دون إحراج نعم السيدة قودة ما هي هذه الخدمات الإلكترونية اللي نقدر نحضر علي نتكلم عليها اللي هي على مستوى الوكلة الجهوية لصندوق الوطني للعطل ما هي هذه الخدمات الإلكترونية التي كانت مفعلة سابقا لكن ما داتش حظها لليق بيها بنسبة لثقافة المواطن ولا لولوج المواطن لطلب هذه الخدمات الإلكترونية اللي يتسهل الكثير من مراء الإجراءات طيب نذكروا ما هي هذه الخدمات الإلكترونية اللي مدتش حقها عند المواطن والله بالنسبة لكاكوبات الحمد لله الخدمات اللي كانت في الخدمة سابقا خدمات لقيت إقبال يعني كبير عليها وصبح جميع المنتسبين للسندوق يقوموا بتصريحاتهم عن طريق بواب بتصريحاتهم ما لقنا فيها حتى إشكال الحمد لله نعم سيدة أمال نفس نفس السؤال يعني ما هي هذه الموقعة الإلكترونية لدى قطاعها تشغيل اللي ما ما لقاتش حظها ولا ما داتش المكان اللي تليق بيها في حين أنها مفعلة وأنها مملوقة بالبيانات مملوقة بالتسهيلات يتتعلق ولا كيفاش نشهموا المواطن أنه يدخلوا الولوج ولا يتحصل على هذه الخدمات بطريقة سهلة عن طريق هذه المواقع ولا هذه الخدمات الإلكترونية لكن المواطن ما عرفش قيمتها ولا ما وصلش بالطريقة الكافية وما داتش حقها نعم ربما من خلال حتيكاكنا المباشر مع المواطنين بصفة يومية نقدر نقول أنه أول موقع اللي ما اخذاش ربما حقه وما اخذاش نصيبه الواسيط هذ الموقع يقدم 12 خدمة سواء خدمات خاصة بطالبي العمل أو خدمات خاصة بالمؤسسات نحن نحاول أن ندعو بالمواطنين اللي عندهم علاقة بتشغيل أنهم يتواصلوا دائما عبر هذه المنصة من حيث التسجيل من حيث تجديد المعلومات من حيث أيضا طباعة شهادات التسجيل وغيرها الموقع الثاني أو المنصة الثانية في عجلة هي المنفخ اللي ودائما نشكيونت أنه مكان شفافية في معالجة عرض العمل كين عرض ريتوصل للوكالات وما رانا شو نشوفوا فيها ورايت تخبى يعني هذا هو الواقع المعاش نحن نقول لهم أنه أي شخص بدون كلمة مرور ودون حساب خاص تقدر تاكسيدي ديركتوم وتحوص على البوست اللي راك حابو وتشوفوا ديركتوم وينراهم العروض اللي حسب المنصب هذا كعبر الوطن نفس سيد ساحبي من الموقع التي لم تلقى الاهتمام اللازم على مستوى صندوق الوطن التأمنات الاجتماعي العمل الغير وشارع نحن نفرد الموقع نحن نذكر المستمع الكريم فيما يخص هذا الموقع وهو www.damancom.com الاشكال يعني هنا كنت نكون هكي وبلد طبقات المؤمنين الاجتماعيين كما قالوا زماني نحن على خريط الإصغاء يعني مستوى مكلفة بالإصغاء يعني ما يمكن المكلف يعني الزمالة هذا يعني جيت معهم يعني فيما خص تمثيل عن الصندوق يعني هم عندهم يعني نظرها واسعة ونظر يعني شاسعة في هذا المجل أنه قلنا أيضا نترك أنه نترك توصيل يعني منترك أيضا لو أنه كان فيها برنابج يعني نترك علي الزمالة فيما خلص يوم مفتوح فيما خلص البوبة الإكترونية وإذن نديرو خارجات يعني ميدانية لمستوى يعني ما نتقذ لو نحن قاعدين نديرو فيهم يعني نمصروف المعلومات أيضا لمستوى كمهنال بلدية الكبرى باش الإنسان يحاول يوصل المعلومة كامل جيد والله يسؤالك الأخت تنويه بالنسبة هناك كان خدم تبليغ بطريقة الرسائل النصية القصيرة أسماس هذه الخدمة لا تكون سارية المفعول بدون رقمهات في المؤمن الاجتماعي نطلب من هذا المنبر جميع المؤمن الاجتماعيين للتقرب إلى ماركس دفع تقديم أرقام الهواتف الخاصة بهم من أجل تفعيل هذه الخدمة خدمة الرسائل النصية القصيرة هذه فقط الخدمة التي تجد تجد عرقلة من هذا المنبر من المؤمن الاجتماعي التقرب من مراكس الدفع التابعة للصندوق الوطني تأمين الاجتماعي اللي أجرع من أجل تقديم الرقم الهاتف الخاص والحصول على كل المعلومات التي تهم أو ما يضع في فالك الضمان الاجتماعي هل موقع الهناء داحظوا من هذا الخدمة والله الحمد لله موقع الفضاء داحظوا في هذا كان إجراءات إن شاء الله سنصل قريبا إلى طلب بطاقة الشفاء سيكون عبر فضاء الهناء دون التنقل إلى مراكس الدفع هذه سنصل إن شاء الله قريبا صندوق الوطني التأمين الاجتماعي أنه بطاقة الشفاء طلب انتح يكون من فضاء الهناء شكرا سيد حاجي سيدة قدر في الأخير بما أنكم موكالة الجهوية كتقييمية الولايات الرائدة في تطبيق الخدمات الإلكترونية والمتدنية في الترتيب بالنسبة صندوق كاكباط قلنا جميع المنتسبين للصندوق يقوموا بالتصريح بالاشتراكات كوكالة الجهوية الولايات الرائدة عندنا وكالة الولايات لبسكرار وكالة الولايات لخنشرار وكالة لأم البواقي جميع المنتسبين على مستوى الوكالات الولايات أو الوكالة الجهوية يقومون بالتصريح سواء بالاشتراكات أو بالأجر والأجراء عن طريق الانترنت شميل سيدة شيبان في هذه النقطة كتقييم الولاي البلديات أو الوحدة تتابع للوحدة المديرية الولايات التي يقبل فيها في المستوى على مواقع الإلكترونية هي الإقبال المواقع الإلكترونية عبر الملاحق الأربعة عنين مليلة عين البيضاء ومباقي وكذلك مسكين الحمد لله ما كانش تفاوت بين الوكالات أو بين البلديات لأنه ربما الفئة اللين تعاملوا معها عندها مستوى لبس بهم من المستوى الأكاديمي شكرا لذيوفي هذا المباشر وكان فضاء توضيحي لإسراءال المعلومة فيما يتعلق باللقاءة تنسيقي من أجل وضع مخطط اتصال لإنجاح الحملة الإعلامية حول خدمة الإلكترونية المطورة من قبل قطع العمل وتشغيل وضع مالاجتماعي كل حسب تخصصه تحية طيبة للجميع إذن البرنامج سينطلق من أجل خدمة في مستوى متطلبات أو تطلعات المباطنة وليس جميع